مصير الميدان المعرفي ودور رجال الدين في الجزائر خلال العهد الاستعمار الفرنسي من 1848 إلى غاية 1860 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ولم يكن رجال الدين الإسلامي سوى صور لاحرات لها في هذا العهد الذي ندرسه ونعني بهم القضاء والمفتيين والمدرسين وأضرابهم ممن لهم علاقة بالدين والوظيفة الرسمية أما الأكفاء والمستقلون منهم فهم إما هاجروا وإما انتاء عهدهم بتقدم السن ولم تخرج المدائس الجديدة عناصر مرموطة في شؤون الدين والدنيا فليستيل على الأوقاف مراقبة الزوايا والحروب المتواصلة والهجرة لم تترد في الجزائر علماء يشاروا إليهم خلال عرض الخمسينات وقد رضي البارون منهم بالوظيفة الدليلة الذي منح لهم فتانوا يترسلون في طول كبيرة والصغيرة مع مصلحة الشؤون الأهلية بالولاية العامة طالبين منها الترخيص في تعيين أو عزل موظف بسيط بعد أن يتون متان أو تتشغر بالموت أو الهجرة وهدى الحج فلا فتوى بمعنى التاليم ولا تنرى من طول من تتوفيطية أخنى عليها الزمن ولم يعد عقل العلماء عندئذ قادرا على هض ما جاء فيها كما أنه لا استقلال في الرأي ولا اجتهاد وتانى تعيين أو عزل هؤلاء العلماء يصدروا عن سلطة الولاية العامة إن أهد راندون من 1851 إلى غاية 1858 ميلادي الذي يعرف بأهد استكمال الاحتلال لم يعرف أي تقدم في ميدان المعرفة حتى قرار إنشاء المدائس الرسمية الثلاث عربية فرنسية لتخريج من تحتاجهم الإدارة الاستعمارية من متوجمين وطوضات ومدرسين إلى آخره صدر طبلة عين راندون بسنة أي سنة 1850 ميلادي ولم تكن هذه المدائس قد تقدمت في عهده تثيرا لعدم تحديد الهدف ونرس الميزانية والإنشغال عنها بالأمور العسترية التي واجهتها إدارة راندون في كل الجزار وعلى الخصوص الجنوب وجورجورا والأوراس ولم يكن من المدائس الابتدائية المسمات عربية فرنسية سنة 1850 ميلادي سوى ست مدائس كلها للبنين ولم يكن يتردد عليها سوى عدد قليل من التلاميذ لشكل الجزاريين في أهدافها وعدم ضمان العمل المتخرج منها يذكر مارسي في مؤتمر علماء شمال إفريقيا الثاني أن هذا النوع من المدائس تشورع في تأسيسه منذ سنة 1836 ميلادي وأن التوسع فيه ظل بطيئا حتى أنه لم يكن منها سنة 1864 ميلادي سوى 18 مدرسة فقط وكانت المواد التي تدرس بها لا تختلف عن المواد التي تدرس في المدائس الابتدائية بفرنسا باستثناء مادة الدين القرآن واللغة العربية على يد شيخ ملحق بالمدرسة ومما يذكر أن المرتبة العمومية الوطنية اليوم قد انتقلت سنة 1848 ميلادي من دار إبراهيم آغا إلى دار أندلوسية راقية وواسعة يعود بناؤها إلى العهد الأثماني وهي الدار التي كانت مطرا للقنصلية الأمريكية وفي نفس التاريخ أصبحت المرتبة والمتحف تابعين لوزارة التعليم الأمومي بعد أن تانى تابعين لوزارة الحربية أما المحافظ المرتبة في العهد الذي ندرسه فهو أدريان بي بروجر الباحث الشهير وقد اهتم الفرنسيون خلال خمسينيات بإنشاء الجمعيات والمجلات التي تخدم تاريخ الجزار عموما وخصوصا القديم منه ومن ذلك إنشاءهم للجمعية الأثرية بالسنطينة سنة 1855 ميلادي التي تولت إصدار حولية باسمها ثم سمتها مجموعة روتاي كما تأسست في مدينة الجزائر الجمعية التاريخية الجزائرية سنة 1856 ميلادي التي كان منشطها الرئيسي وبي بروجر المذكور وقد أصدرت هذه أيضا مجلة ذات شهر واسع اليوم وهي المجلة الإفريقية التي دامت أرثر منقان وتظهر في هذه المؤسسات والمجلات كيف يمكن توظيف التاريخ المحلي في خدمة المصالح الاستعمارية إستعنى الكتاب المؤرخون والضباط العسكريون يعملون اليد في اليد لتحقيق المخططات الاستعمارية في الجزار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد